ينظر مكتب العمل في الباحة قضية فصل 25 سائق تعسفياً من شركة مكة للنقل المدرسي هذا بمحافظة العقيق بعدما رفضت الشركة تسليمهم رواتبهم مكتب العمل بالباحة حدد يوم الثلاثاء موعد لاستدعاء الأطراف للنظر في القضية فيما طالب سائق والنقل الطالبات المفصولين بمعاقبة المسؤول عن هذا الإجراء التعسفي وتقديم اعتذار لهم وأكد واحد من السائقين أنه منذ أكثر من شهرين زملاء يعبون الوقود على حسابهم وترفع الفواتير للشركة التي رفضت تسليمهم مستحقاتهم ورواتبهم موسيقى انظم لي من الباحة فهد بشير أحد السائقيين المفصولين أهلاً أخوي فهد أهلاً حياك أخي عبد الله الله يحييك ممكن ندخل في الموضوع مباشرة الشركة ليش تبغى تفصلكم أخوي أول شيء الشركة فصلتنا فصل تعسفي وحنا نطال عمرك من بداية السنة للتوضيح نعبي من جيبنا الخاصة الديزر وما في محطة موجودة عندنا وهذه الفواتير التي تثبتنا طال عمرك وشيء منها استلموا شركة مكة قبل شهرين شهر 12 وللآن ما تم الحساب وطال عمرك اجتمعنا بتوقفنا لعدم قدرتنا الدفاع مصروف الدازة ورواتب متأخرة ليش يبغون يفصلونكم يا فهد؟ يعني ايش المشكلة؟ اجتمعنا في إدارة في الإشراف المشكلة الأساسية بيننا وبين الشركة وإدارة التعليم اجتمعنا في يوم الثلاثاء وقفنا الباصات ما عاد نقدر نكمل ما عاد عندنا مادة ندفع للديزل ونكمل الدفاع فهم يومهم يغفروا للفصل رواتب متأخرة الفواتير اللي دفعناها ما حسبونا عليها طلبنا من نايم مدير التعليم عمر هجات شخصيا في مكتب الإشراف العقيق اجتمعنا فيه طلبنا منه وعد يوم يومين اسبوع اسبوعين شهر عطنا وعد بين متى تجي حقوقنا وحنا نداوم لو نسلف طلع من عندنا ما عطانا اي إجابة في الليل يوم الثلاثاء اتصل على المشرف وقال تسلم الباصات ويوم الخميس اتصل ناصر الزهراني مدير شركة مكة وقال اللي ما يسلم يوقف باصه في الحوش يتحمل يوميته الف ريال احنا في ضغوط واضرار ولا في واحد ينصفنا جينا يوم السبت نستلم الباصات تفاجأنا بفصلنا فصل التعسفي اذا علينا شيء فيبينوه اذا الاهالي عليهم ملاحظة علينا فيبينوه اذا ادارة المدارس عليهم ملاحظة مننا فيبينوه اذا تأخرنا في نقل اي طالبة فيبينوه احنا مشتهدين والتكصير ما هم من عندنا من شركة مكة وادارة التعليم وكلمناهم وصببنا ما احد والله احنا صرنا نصرف من جيوبنا الخاصة في الديزل بدل ما نستنى راتبنا ويجينا نصرف على عياننا ايه طيب من هذا المنبر الكريم انا ناشد خادم الحرمين الشريفين ومن يهمه الامر نعم ايش اللي صاير ليش هما يعني انتوا انتوا الان يعني ايش اللي سويته انتوا بعد ما صار هذا الموضوع ايش اللي انتوا سويتوا واتخذتوا والله اللي اتخذنا رحنا مكتب العمل ايوه وما قصر مكتب العمل تجاه ومعنا وعطينا موعد جلسة بكرة هذا الكلام امس وصلنا ورقة الجلسة للشركة تفاجعنا اليوم بنزول بعض الرواتب ورواتب ناقصة وناس ما نزلها شيء ولا في واحد استلم من الفواتير من بداية السنة حق الفواتير ما احد استلمه وهذه الفواتير اعيد وكرر يا استاذ عبدالله ايه لها اسمها وسمعتها وسبعمية هذه هي علما بعضنا المفصولين بعض المفصولين وأنا واحد منه لنا ست سنوات من الشركة الأولى هذه الشركة سيئة تعاملها في إدارتها في أخذها في عطاها فأنتم خمسة وعشرين سعودي الآن مفصولين بسبب يعني أنه أنكم أنتم طلبتم بحقكم في الرواتب أنها ما تتأخر عليكم نعم خمسة وعشرين سعودي مفصولين طيب احنا يعني أخوي فهد نعم روات متأخرة فهاتير ما تسددت نعاني من عدم وجود محطة لنا أخي عبد الله في ملحوظة أبغى أقولها ساب احنا في بعض المراكز التابعة لمحافظة العقيق تروح تعبي في محطات نجبر عليها ذهابا مية وخمسة وإيابا مية وخمسة يعني يرجع الباصمة فيها النص وبعض المراكز ثمانين رايح وثمانين جاي هذا لا يرضي الله ولا رسوله مع أن جميع القطاعات اللي في الباحة متفوء متفوء يعني بشكل المغاسل المحطات كلها موجودة عندهم إلا قطاع هذا ما هي وهو أكبر قطاع في منطقة الباحة طيب يا فهد الموضوع هذا احنا قاعدين نتكلم نقول أنه يعني هو بين ثلاث جهات بين إدارة التعليم اللي في الباحة وبين أيضا وزارة التعليم اللي هي الجهة المشرفة على كل هالجهات اللي هي تطوير وإدارة التعليم وعلى تطوير أيضا أنها تقوم بدورها تجاه يعني ناس موظفين في البلد من عيال البلد والرواتب الآن ثلاث ألاف يعني ما هي قضية ترى كبيرة جدا أنه أنت ترجع خمسة وعشرين سعودي وتشيل الشركة اللي إذا كانت تتلاعب طيب يا فهد احنا بنتابع معاك القضية آآ بيكون بيكون بيننا وبين التواصل بيكون بيننا وبين إدارة التعليم إن شاء الله يصلحهم الله ويردون علينا إن شاء الله إدارة التعليم بإذن الله ويعني تنحلها المشكلة لكم والخمسة وعشرين آآ سائق ومكتب العمل بينصفكم بإذن الله شكرا أخوي فهد بشير أحد السائقين المفصولين تعسفيا من الباحة شكرا لك أعطيك العافية معي عبر الهاتف مدير مكتب العمل بمنطقة الباحة لستاذ إبراهيم الزلفان مدير عام أهلا يا أخي عبدالله مدير عام فرع وزارة العمل ونعم الله حياك الله أخوي الله الله حييت الله حييت عبدالله إيش ممكن تقولنا في في فيها الخصوص والله السائقين الآن تقدموا بشكوى والآن شكوى هم منظورة عندنا في المكتب إيه وعنده موعد الساعة عشر بكرة إن شاء الله فهينظر لشكوى الطرف اللي هو السائقين وأيضا ننظر للشركة لأنه هذي طرفين يعني في طرفين في الدعوة لابد أن نسمع من الطرفين إذا تم يعني الصلح بين الطرفين أثناء الجنسة وإلا تحال عندنا للهيئة الابتدائية لفسية القلابات العملية في المنطقة إيه بس أخوي إبراهيم ترى مشكلة أنه هالقضايا صايرة تأخذ وقت طويل في مكاتب العمل يعني والربع هذول ما قاعدين يأخذون رواتبهم لهم شهرين وثلاثة إحنا هذه مسألة الرواتب إحنا ننظر فيها على الاستعجال إن شاء الله وأنا يمكن الأخ تداخل معك أحد الشاكين وقال إنه صرفت بمجرد ما أعطيناهم الخطاب مكتب العمل إنه صرفت لهم رواتبهم إحنا بكرة حننظر مع الشركة وحيتم تتليق مفتشين بزيارة المنشاة ومقر المنشاة للتأكد منها وأيضا إن شاء الله مع نظام الأجور المعموذة الآن في وكالة الوزارة السكتيش يعني حيحل كثير من قضايا التاخير في الأجور صحيح أخوي إبراهيم الأهم أنه أنه السائقين يعني يأخذون مرتباتهم وأنه يعني ندافع عنهم قدر نستعر ونثق والله أنا شاكر جدا هالحضور وهالتواجد بصراحة أستاذ إبراهيم لا لا أبدا يعني هذا هو الواجب لنا ويمكن مع الوزير وليظ الله أوجهك والوزارة كاملة يعني تعمل على أنه مثل هذه القضايا تنبر والآن ينبر بيع عاجلا يعني وليسه يمكن الأخوان لما تقدموا ما لهم اليوم الثاني إحنا أعطيناهم الموعد يوم الثلاثة غير إن شاء الله هذا العشم أخوي إبراهيم الزلفان مدير عام مكتب العمل في منطقة الباحة شكرا جزيلا لك وبيض الله أوجهك شكرا